خلينا نروح لأول مراسل قناة نادي الأهلي في أستاذ القاهرة زميلة محمد توفيق يقول لنا كده آخر تطورات استعادات المنتخب بتدريبة النهاردة الانتباعات أو ردود الأفعال على تصريحات كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي للأجراء وأرجع لحضراتكم على طول تفضلي محمد سيد الخير عليك زميلة عزيزة أحمد تحياتي لك وكل مشاهدي الثالثة وكل جماهير النادي الأهلي باتتابعنا من خلال برنامجك في كل مكان بالفعل أنا معك من هنا من داخل استاذ القاهرة والتدريب الأول للمنتخب الوطني الأول لقرة القدم المصري يمكن ده التدريب الأول في المعسكر المغلق كان طبعا فيه تدريبات خميس وجمعة وسبت ولكن ده كان فيه معسكر المفتوح لكن النهاردة أولى أيام المعسكر المغلق يمكن اليوم ابتدى من بدر النهاردة من العاشرة صباحا والمؤتمر الصحفي المستر كيروش يمكن نتكلم فيه الوسائل الإعلام عن كل الأشياء التي تشغلهم يمكن أن نفتح المجال لأسئلة كتير جدا الناس سأيته عن كل حاجة عن الاختيارات عن برنامج الإعداد عن وصول المحترفين ويمكن الراجل وعد وسائل الإعلام أن الفترة الجاية إن شاء الله ابتداء من الغد وحتى يوم الجمعة اللي هو معه وعد السفر إن شاء الله إلى الكاميرون هيكون التدريب مفتوح للإعلام أول ربع ساعة وكمان هيكون من الغد متاح بعض اللاعبين بالتصراحات لي كمية وسائل الإعلام يمكن بعد كده ابتدى مران المنتخب النهاردة الأول زي ما قلنا في المعسكر المغلق فيه تمام الرابعة والنصف جوانب البدنية لللاعبين حراس المرمى الأربعة الموجودين محمد الشناء ومحمد أبو جبل محمد صبحي محمود جدي ممكن خدوا طابلين قوي جدا مع كابتل عسام الحاضر مدارب حراس المرمى باقي اللاعبين طبعا مستر كيروش والجهاز المعاون كانوا بيشوفوا على تدريباتهم ممكن خمستاشر اللاعب فقط موجودين في تدريب اليوم المحترف الوحيد اللي موجود هو عمر مرموش اللي بقاله يومين بيشارك فيه تدريبات الفريق كمان عمر السلالة نجمي النادي الأهلي ومنتخب مصر موجود في التدريب ولكن اكتفت ببعض التدريبات التأهلية والعلاجات طبعا بعد الإصابة اللي لاحقت بمؤخرا قبل مباراة الرجاء في كأس السوبر الأفريقي مع النادي الأهلي يمكن كمان سألنا عن المحترفين ووصولهم مستر كيروش أكد ان ان شاء الله المحترفين هابتدوا انضموا للمعسكر بدء من الغد طبعا السلالة المحترف فيه انجلترا محمد صلاح محمد النني محمود ريسجي ان شاء الله هيوصلوا غدا بإذن الله للمعسكر الفريق وطبعا مشاركتهم في التدريبات هتترك لرؤية الجهاز الفني كمان مصطفى محمد المحترف فيه تركيا وأحمد حجازي هيوصلوا ويشاركوا فيه التمرينات بدء من الغد ان شاء الله لكن أجواء في المعسكر أكثر من رائعة ان شاء الله هتكلل ومتخب مصر يعني زي ما قلنا يعني منتخب مصر هو الأكثر حسون على بطولة كأس الأمة الأفريقية جماهير الكورة المصرية ودوات اللي نقلوا الإعلمين النهاردة الميستر كيروش يعني كلهم مش هقبلوا بأقل من المنافسة على اللقب ويأ يعني أداء تأديية المنتخب بأداء يعني يدل على تاريخ وعراقة كأس الأمة يأني تاريخ من المنتخب المصري في كأس الأمة الأفريقية أعتقد أن كان فيه استياء كمان من مستوى المنتخب في كأس العرب ودوات يعلمين كلهم نقلوا الميستر كيروش النهاردة فرجل تكلم عن أن ده كان المتاح ويمكن التصريحات أكيد أنت هتنرى لها بالتفصيل ولكن أعتقد إن شاء الله الشكل يكون مغير خاصة زي ما هو ذكر أن فيه عدد كبير جدا من العناصر بترجع له موجودة معاه في كأس أمور أفريقيا ما كانتش متحاله في كأس العرب الراجل كمال لما سألناه عن طموحه في البطولة قال طبعا الأهم عندي والتعاقد معايا من الأساس كان للتعاهم لكأس العالم ولكن طبعا في كأس أمور أفريقيا المنافسة هتبقى أسعب وهتبقى أشد وإيه اللي أقدر أوعد بالجمهور إن أنا كل مباراة هاخدها مباراة منفصلة كل مباراة هنلعب فيها على الفوز والتكلم طبعا بالتحديد على المنتخب الناجيدي صاحب أول مواجهة إن شاء الله يوم 11 يناير الجال إن شاء الله في أول مباراة في المجموعة الرابعة اللي فيها منتخب مصر بجانب غينيا بيساو والسودان قال طبعا ده منتخب كبير وسبق ليه الوصول أكثر من مرة لكاس العالم وعنده مجموعة كبيرة وكتيبة كبيرة جدا من المحترفين ولكن طبعا إحنا معنا لعيبة يعني ممكن قال تصريح موسيل الجدل شوية قال مصر حاليا يعني تمتلك أفضل مجموعة من اللاعبين على مستوى العالم وممكن كمان على سبيل الدعاء بقال إن كريستيان ورونالدو هينزعك شوية من التصريح دو يمكن زي ما أنا قلت لك المؤتمر الصحف وطبعا أنت هتاخد التصريحات بالتفصيل زميلة أحمد وكمان التدريب هنا داخل إستاذ القاهرة إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخب مصر والأداء بشكل أكثر من راحة وتحقيق نتيجة إن شاء الله تسعد كل جماهير المصرية في البطولة إن شاء الله هتنطلق بإذن الله في التاسع من يناير في الكاميرا دي كانت كل الأجواء هنا من داخل إستاذ القاهرة كلمة ليك تفضل بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق دي آخر أخبار تدريب المنتخب وردود الأفعالها المؤتمر الصحفي الحقيقة اللي فيها علامات استفهام كتير أنا طبعا ما فيش حد ممكن يفتكر من المستحيل إنه أي حد يطرح إنه يطب من مدير فني إنك تقول أنا رايح أجيب كاس البطولة ما بتحصلش وما فيش مدير فني مهما كان حجم الفريق البرازيل وهي بتلعب بطولة كاس العالم على أرضها وعلى ملعبها وسط جماهيرها خسرة البطولة ومحدش في العالم يقدر يضمن إنه رايح يجيب كاس البطولة ويرجع لكن كل بنقوله أو كل إحنا متخوفين منه وعارفين طبعا إنه الأهم بالنسبة للمصريين إنه بطولة المشاركة في بطولة كاس العالم أو ضمان تسكرة التأهل لكاس العالم لكن اللي بنقوله طول اللي فات يعني طول مشوار ميستر كيلوش من أول ما تولى المسؤولية مع كامل الاعتبارات بينقصين كده لكل المعاوقات أو الصعوبات اللي الراجل وجهها إحنا مدركين حجمها ومقدرنا لكن الناس كتير قوي حاسة بيه إنه الراجل مش ماشي في المسار السليم يعني حيك هتاخدنا وهتلبس غالبا بينا وتلبس معنا في حيطة الموضوع محتاج شوية إنه مستر فينجادا يتكلم الناس في اتحاد الكرة تتكلم الجهاز الفني يتكلم لأنه بالطريقة دي ما أعتقدش إنه إحنا متطمينين قوي مش بس على طولة أفريقيا لكن الأهم كمان متطمينين على بطولة كاس العالم شكرا